نروح لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللي بتستمر في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن مقرارات شهر ديسمبر وكمان استمرار في صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات التابعة توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية وكمان يتم طرح منتجات اللحوم التضيجة والمجمدة بأسعار أقل من مثلتها في الأسواق بالنسبة من 20% لـ 25% دلوقتي بينضم مننا على الهاتف المحاسب محمد صعد الله وكيل وزارة التموين بالأسكندرية مساء الخير على حضرتك ولو تقول لنا تفاصيل صرف الدفعة الاستثنائية الرابعة من التموين لمواطني اسكندرية مساء خير على حضرتك وأستاذها مشاهدين وإحنا إن شاء الله يمكن هي مش الضفقة الرابعة والشهر الرابع لأن المرحلة كلها كانت من شهر 9 لشهر 2 وفخامة الرئيس أصدر تعليماته أن هي تمتد غاية شهر 36 إن شاء الله يمكن للشهر الرابع التوالي الحمد لله بتنجح وزارة التموين ومثلا في المدريات والشركات السابعة للشركة القبضة في توفير جميع احتياجات المواطنين من السرعة الأساسية وخاصة زي ما قلنا نعلم إن الأرقام تقلت قبل كده إن الدعم الاستثنائي المقرر صرفه لبعض الأسر على البطاقات التموينية بيكلف الدولة ما يقارب حوالي مليار جنيه عريا زيادة على الدعم اللي بتصرف طبيعي على البطاقات التموينية نحن عندنا في البطاقات يمكن نسبة حوالي 35% من إجمال البطاقات التموينية بتحصل على الدعم الاستثنائي اللي هو الدعم الإضافي لها بمعدل 100 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرة واحدة و200 للأسرتين و300 لأكثر من 3 أسرة الأليات الرقابية يا فندم نضمان وصول هذا الدعم المستحقي يمكن الألية الرقابية وموجود طبعا رقابة على منافذ طرف السرعة التموينية ما قبل الدعم الاستثنائي وما بعده لأنه دي من ضمن الأساسيات على مزارة التموين وعلى المدريات إنها بتراكب الدعم المنطرف عن طريق منافذ التموينية نحن عندنا 3 منافذ بتصرف التموين بالنسبة للمواطنين البقال التموين اللي هو العادي المواطن معتاد عليه المجمعات الاستهلاكية إلى جانب مشروع جمعياتي لو بدأ من 2016 واللاقة نجاح كبير جدا فازوح قدام المواطن 3 اختيارات لصرف السرعة التموينية فالرقابة بتبقى معروفة طبعا إن في حملات بتصير على المنافذ بتاع الصرف السرعة التموينية علشان تتطمن إن فعلا المواطن خد احتياجاته من السرعة بتاعته وتبقى للدعم المكرر له في كل بطاقة نحن عارفين طبعا إن السرعة المدعمة النهاردة بقى السرعة استراتيجية ومهمة جدا بالنسبة للمواطن وفيها طبعا أهم السلعة اللي بتوفرها للمجمعات الاستهلاكية يا فانت نعم فانت أهم السلعة اللي بتوفرها السلعة الأساسية اللي بتوفرها لمجمعات الاستهلاكية للناس المجمعات الاستهلاكية فيها كل السلعة اللي بتخص المواطن من سلعة استهلاكية أو استراتيجية لسلع غذائية لمنظفات أدوات نظافة كل الحاجات دي موجودة في مجمعات السلاكية جميع أنواع الزيوت موجودة في مجمعات السكر الرز السمنة الجبن منتجات الألبان كل الحاجات المرباط المعلبات كلها بكامل أنواعها مجمعات السلاكية النهاردة يعتبر عنصر منافس جدا للقطاع الخاص وبالنسبة للمواطنين بتبثند لهم عشان بتعمل توازن في السوق ما بين الأسعار الخارجية والأسعار داخل المجمعات توفر الطلع في المجمعات بيعمل توازن عشان الأسعار بتاعتهم معتدلة وبالتالي السوق الخارجي بيحاول أنه يقرب منه عشان يبقى فيه توازن بالنسبة للأسعار هذا بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد صعد الله وكيل وزارة التموين بالأسكندري